شاهدين التساع صباحاً ومعادنا مع موجز لأهم الأنباء مع لمي حمدينت فدريلا شكراً لكي جومانا التساع صباحاً بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلاً بكم يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة صباح اليوم بعدد من قادة القوات المسلحة صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص العزاء للأشقاء بليبيا في ضحايا العصفة التي ضربت البلاد وعبر حسابه الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي أكد الرئيس السيسي تضمن مصر حكومة وشعباً مع الأشقاء في ليبيا في مصابهم الأليم معرباً عن تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل وأن تمر هذه الأزمة سريعاً بوحدة الليبيين هذا وأصدر الرئيس السيسي توجهاته للحكومة والأجهزة المعنية بالدولة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتقديم الدعم والمساندة للأشقاء في ليبيا والمغرب يعقد الحوار الوطني اليوم جلسة تخصصية مغلقة بمقر الأكاديميات الوطنية للتدريب لمناقشة المقترحات الخاصة بلجنة التضخم وغلاء الأسعار بالمحور الاقتصادية تستهدف الجلسة التخصصية بلورة المقترحات والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ ترفع للرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن المجلس الرئاسي في ليبيا مناطق درنة وشحات والبيضاء في برقب الشرق مناطق منكوبة بسبب السيول التي اكتحتها وارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات التي اكتحت مدينة درنة بليبيا إلى أكثر من ألفين شخص وألاف المفقودين وقالت السلطات الليبية أن أحياء سكنية اختفت بعد أن جرفتها السيول إلى البحر مع الآلاف من سكانها مشيرة إلى أن الوضع كارثي وغير مسبوك في ليبيا ارتفع عدد ضحايا زلزال الذي ضرب المغرب إلى أكثر من ألفين وثمانمائة واثنين وستين شخصا إضافة إلى ألفين وخمسمائة واثنين وستين إصابة هذا وقد انضمت فرق إنقاذ من عدة دول لجهود البحث المغربية عن الناجين من زلزال الذي وقع في منطقة جبال الأطلس الكبير وبلغت قوته ستة درجات فاصل ثمانية وسوى منازل بالأرض فيما خيم قراويون في أجزاء من البلاد في العراء لليلة رابعة أفدت توكلة أنباريا نوفستي الروسية بوصول قطار الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون إلى روسيا ومن المقرر أن يكتمع زعيم كوريا الشمالية مع الرئيس فلاديمير بوتين اليوم ويقول مسؤولون أمريكيون إن الزعيمين سيناقشان صفقات أسلحة محتملة لمساعدة روسيا في حربها ضد أوكرينيا إلى جانب تزويد كوريا الشمالية بمساعدات اقتصادية توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار الانخفاض في مستوى الرؤية الأفقية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مرورا بالقاهرة الكبرى نتيجة تأثر البلاد بقايا العصفة دانيال وأضفت الهيئة أن السحب المنخفضة والمتوسطة الممترة ستتكثر على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية يصحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا محذرة من تعرض البلاد اليوم ولمدة 72 ساعة قادمة لحالة من عدم الاستقرار أقيمت بالعاصمة الإدارية قرعة دور النيل للموسم الجديد 2023-2024 بساحة الشعب وسيبدأ الأهل مشوار الدفاع عن لقب الدوري بمواجهة نظره المصري في الجولة الأولى بينما يبدأ الزمالك مشواره بمواجهة قوية أمام نادي بيراميدز في الجولة الأولى وستشهد الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري مواجهة القمة بين الأهل والزمالك ويتنافث الثمانية عشر فريقا في هذا الموسم في البطولة لخوض بطولة الدوري التي من المتوقع انطلاقها في الثامن عشر من سبتمبر الجاري وتنتهي في الثلاثين من يوليو 2024 مشاهدين انتهى موجز التساع ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل